اشتركوا في القناة انا شاب محافظ ومن اسرة متدينة كانت حياتي مشرقة واهتماماتي متعددة لم اكن عاديا فقد كنت طموحا ارتقب الفرصة وابادر في الخير فاعلا في المجتمع ومحبوبا ممن حولي كل شيء كان جميلا في حياتي وشخصيتي حتى ذلك اليوم حين وصلني رابط من مجهول فتحته وتتبعت ما فيه فانصدمت مما رأيت شاهدت صورا محزنة واثلاما مخزية شعرت بالوحسة من اول وهلة فاغلقتها واستغفرت الله منها وتشاغلت بما حولي عنها ولكن الصور بقيت عالقة في ذهني واحسست بالفضول نحوها وبالرغبة للدخول مرة اخرى لرؤيتها هذه المرة اغلقت الباب والستار وتواريت عن الانظار لتبدأ أول خطواتي في رحلتي نحو الرذيلة عبر تتبع المقاطع المخلة والصور الماجنة الخليعة حتى أدمنتها وألتها وتحولت من مشاهد لها إلى مسوق أدعو إليها أتبع كل جديد وأبحث عن كل غريب أصبحت جزءا من يوميات حياتي أفرغ لها الوقت وأهي لها الجو تستثيرني تستهويني تلهب الحرارة في جسدي تحول كل شيء حولي إلى مثير الأقارب الجيران النساء الصغار بل حتى بعض قطع الأثاث في المنزل لم يسلم منها خيالي حتى جسدي في المرآة أصبح يثيرني فلا تنطفئ هذه الحرارة إلا بالاستمناء وأخشى أن يتطور الأمر فأقع في زنا أو لواط دقائق ماتعة صاخبة مثيرة يعقبها ندم وحسرة واحتقار للذات أصبحت حياتي بلا ألوان ووجهي بلا إشراقة وصلاتي بلا خشوع وثقتي بلا ثبات كرهت نفسي مصادعة وأشفقت على الناس المخدوعة التي تراني في النهار رجلا رائعا وهي لا تدري أني في الخلوات أسامر الشيطان وأجالس الهوى استشرت صديقا لي فهون علي المسألة وقال كل الشباب كذلك هي مرحلة وستمضي غدا تتزوج وتكفيك زوجتك بالحلال استمتع فنحن ضحايا غلاء المهور وصعوبة المعيشة وجمود التقاليد والعراف أعجبني كلامه في البداية ولكن سرعان ما بددت فطرتي غبارة دعائه ومشورته أستاذ الكريم أرجوك ساعدني في الخروج من الوحل فقد سئمت القذارات ساعدني فهاتفي دوما في يدي ونفسي ضعيفة والمقاطع متيسرة والصور في كل مكان سئمت حياة الشهوات أريد أن أكون مؤمنا أكون طاهرا أكون إنسانا له قيمة فقد سئمت العيشة كالبهيمة أرجوك ساعدني فقد بلل الدموع رسالتي مرحبا بصديقي وأخي مرحبا بالعائد مرحبا بالتائب مرحبا بالعاقل رسالتك رغم مرارة ما فيها إلا أن دموع الندم قد تغسل المعاناة خلف أصدرك والندم أول التوبة صديقي لا أعلم ما أقول لك رسالتك ليست كبقية الرسائل لأنني أمام شخصين اجتمعا فيك فأنت القاتل والمقتول أنت الرامي والمجروح أنت الجلاد والضحية فاسمح لي أن أخاطب جزءك الأول الجزء الجاني فيك واسمح لي أن أسمعه كلمات كاللكمات تحطم أصنام شهوته المعبودة وأكتب لك بحروف كالسيوف تمزق راية غفلته المعقودة سامحني يا صديقي فإني لا أجد لك عذرا فيدك التي بحثت وعينك التي نظرت وقلبك الذي انقاد خلف شهوتك أما تستحي أن تعصيه بما وهبك وتخالفه بما أمرك أما تستحي من نظره إليك وستره لك وتفضله عليك كم من محروم من البصر وأنت بما رزقت ثعبث كم من الأوقات أضعت وأنت وراء الرذيلة تلهث أيا سرك يا صديقي أن تموتوا بهذه الهيئة تبعث أترضى أن يراك من الناس من تحب أن يراك من الناس من تخاف منه أن يراك من الناس من تطمع فيه والدك والدتك أبنائك زوجتك صديقك رئيسك مرؤوسك لا أظنك ترضى أن يرى فهل ترضى أن يكون الله أهون الناظرين إليك مؤلم يا صديقي أن لا تستحي من نظر الله إليك ومؤلم أن تتوقف عن متابعة المقطع ليس لأن قلبك قد تحرك ليس لأن دينك قد تحرك ليس لأن إيمانك قد تحرك بل لأن باب الغرفة من الهواء تحرك يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه أتظن أن النظر إلى الحرام ذنب واحد؟ لا والله إنه ذنب في ذنب ظاهره المعصية والشحوة وباطنه سوء عدب وجرأة على الله جل جلاله فإن لم تكن تراه فإنه يراك ولو عظمته ما عصيته ولو عرفت قدره ما استهنت بأمره مؤلم يا صديقي أن تكون أمام الناس قديس وفي الخلوات من أعوان إبليس تحتجب عنهم وتستحي منهم وتظن أنك في خلوتك لوحدك إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوته ولكن قل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب صدقني يا صديقي أنت المريض وأنت الطبيب داؤك فيك ودواؤك منك أنت من يفعل أنت من يقلع أنت من يقرر توقف عن متابعة الحساب قبل أن توقف للحساب توقف قبل أن تكون لحظة دخولك للمقطع هي لحظة خروجك من الدنيا توقف قبل أن يهتك الله سترك ويفضح بين الخلائق أمرك توقف ما دام في قلبك نبض ما دمت فوق الأرض ما دمت تستطيع التوبة قبل يوم العرض أرجوك توقف أرجوك توقف توقف الآن فالحل بالاستنفار وليس فيه تدرج وانتظار فالموت يأتي بغتة فإما إلى جنة وإما إلى نار توقف الآن فالصادق يوفق والعازم يعان والتائب يقبل والمتعفف يصان واعلم يا صديقي أن النظر وقود الشهوة والشهوة غطاء العقل يا صديقي حرم الله النظر إلى العفيفات المتسترات فكيف بالعاريات الماجنات النظر يا صديقي سهم مسموم من سهام إبليس يرميه من قوس الصور المخلة والشهوة المختلة فإن صادف قلبا مقبلا أصابه في مقتل فيفسد عليه دينه ودنياه فيتوه الإنسان بين بصره المتحرك وقلبه المحرك فإن فسد القلب أفسد البصر وإن فسد البصر أفسد القلب عجبا لمن يطلق بصره في مثل هذه المواقع والمقاطع فلا هو استفاد ولا هو استراح وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما متعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أن تقادر عليه ولا عن بعضه أن تصابر مثله مثل العطشان الذي ظن أنه من ماء البحر سيرتوي فشرب حتى زاد عطشه ومثله كمثل الجائع الفقير الذي يقف عند نافذة المطعم ليستمتع برؤية الناس يأكلون فلا هو على طعامه مقادر ولا هو على جوعه صابر هي مفسدة للدين مشوشة للعقل مدنسة للفطر كل من يستشير فيها يقول دمرتني أهلكتني ساعدوني أنقذوني من هذه الأفلام الساقطة هي ليست أفلاما ساقطة هابطة هي لم ترتفع يوما لتسقط ولم تصعد ساعة لتهبط هي خرجت من القاع واستمرت في القاع هي نجس هي نتن هي قذر هي للتوافه مستقر هي متعة بمعصية تورث الضيق والوحشة وانتكاس الفطر يفوت بسببه الرزق ويفسد بدرنها القلب وينسى بإدمانها الحفظ ويفقد بظلمتها نور الوجه ويثقل بحمل وزرها الجسد عن عبادة الله خدعك من يقول أنها مرحلة في الشباب ستمضي فالموت لا يعترف بالأعمار ولا يلتفت للأعذار خدعك من يقول أنها عادة ستزول بعد الزواج فوالله أن كثيرا من الأزواج قد ابتلوا بها بل إن أعظم آثارها يقع بعد الزواج لأن هذه المقاطع ترسم في عقل الشاب أو الفتاة مستوى الطموح ومعايير الرضا فإذا تزوج وأراد أن يستمتع بالحلال قفزت تلك الصور في عقله لتحدد له مدى الموافقة والمطابقة بين الواقع والمتوقع فيزهد بما عنده بالحلال ويطمع بما ليس عنده في الخيال حتى يفقد اللذة وتصعب عليه الاستثارة فيبدأ بمطالبة الطرف الآخر بأن يفعل ويقول ويصنع ويطبق ما كان يشاهده ويستمتع به لعل واقعه يقترب من واقع تلك المقاطع والمشاهد وربما تطور الأمر فبالغ في البحث عن كل جديد وشاذ من الحركات والطرائق والأقوال فإن استجابت زوجته تحول الجنس إلى نجس تدنس فيه الفطرة وإن امتنعت تحول الجنس إلى سجن تحبس فيه المتعة فيضاجع زوجته بجسده ويجامع صاحبة المقطع الذي في عقله فلا بالحلال استمتع ولا عن الحرام أقلع والله المستعان بيت النية بالتوبة واعزم نفسك على الأوبة وأقلع عن الذنب بلا عودة فإن هممت بالرجوع ودعاك رسول الفضول فإليك بعض الحلول احذر على نفسك من عينيك واشغل نفسك بما يفيد قم من المكان تخلص من كل ما يدعوك للعودة اتصل بصديقك أغلق هاتفك افتح مصحفك شاهد مقاطع مفيدة استشعر وجود الله ورؤيته واستحضر نعمه عليك وخيرته وتذكر سخطه وقدرته صلي لله بخشوع وواغذب على صلاتك فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تزوج فهو أغض لبصرك انخطط بجدية للزواج وستجد الإعانة من الله والسداد ادعو الله كثيرا واستعم به واسأله محبته فإنك إن أحببته سهل عليك اجسناب ما يكره واسأله الحياء منه فإنه من أعظم النعم اغض بصرك واحفظ نظرك وتعاهد نفسك فكل زمن الجهاد في الغض لحظة فإن فعلت نلت الخير الجزيل وسلمت من الشر الطويل هي خطرة فنظرة فخطوة فخطيئة يا أيها الذين آمنوا لا تتبع خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر فلا تستسلم ولا تستسهل توضأ واستشعر خروج الذنوب من عينيك التي رأت وأذنك التي سمعت ويدك التي بحثت تصدق فالصدقة تطفئ غضب الرب صل ركعتين مقبلا فيهما بقلبك على ربك وتذكر قول الله جل جلاله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم مهما فعلت فهو ربك وأنت عبده وخلق من خلقه داخل في قوله وسائر في حكمه فلا تقنط مهما كنت في الذنوب تسقط فلو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرته لغفر لك ولا يبالي فأعلن التوبة وأحرق سفن العودة واقطع خط الرجعة أخي وصديقي هذه كلماتي وهذه حياتك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر